موسيقى 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 الناس يقولون بأنني عطلت لهذه الوقيصة أنا لم أطلت لأنني تفاصيل تصل إلى فدرغانس يوم منصفتنيش وتفاصيل المحكمة وكانت سنة وكان وجه الأساس ومن بعد خرج الحكم بأنه عدم الاختصاص وهذا على حسب محامي دي يقول بأنه ليس صحيح لأنه أنا داخل في القانون الشغل كيف ما قال المحامي السيزوني وذلك شيء لأننا ندفع بساطة لأن ندفع السيناف ونسأل في الحكم ونسمن من القضاء أنه يكون يراجع الأوراق دياله وينصفني وكانت تقصحت 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 وضحيت تقصحت تقصحت وفي الأخير تجازيس أنني كان إهمال طبي أولا يعني ما كانت معاملة إنسانية يعني باتاتا زائد أنه كان يحق في الوكونتخا ومن اللي يخرج بهذا الميصاج كنت أتمنى أنه صوت ديالي وصل المسؤولين حتى الساعة لا يوجد استجابة من أي مسؤول ولكن المحامي ديالي والجمعية لللاعبين المحترفين برئاسة الحداوي والكاتب العام سيمو هاروان والمحامي ديالي كلهم وقفين معي بالإضافة بزاعة الناس منهم راجويين منهم ويداديين يعني عطويين الناس من بره المغرب كلهم يريد أن يتعاونوا معي كانت جمعية حقوقية ونتمنى الله أنه لا نصل إلى الجمعية تلتشي حاجة ويتم الإنصاف وكي لا نصل إلى الففا وكي لا تقصح سوف نلعب العام الثاني عادي سوف نقلعب سوف نتخلص عادي إنما لابليسيغ ديالي وهذا هو مكمل الخطأ لأن تشخيص التشخيص الطبي اللي يشخص ليه الطبيب ديال الفارق الرجاءان كانت تشخيص خاطئ إما عن عمد أو عن غير عمد الله أعلم المهم كانت تشخيص خاطئ فعواد من ندير أعملية جراحية ديك ساعة ونرجع دغياء يبقى الناس يقول لي هل ترجع لابليسيور من هنا وانا كانت تلعب والأمور تأقرب والابليسيور تزيد تقصى عليها زائد دوك الإباري اللي هاتشي تكرتو عبر صفحة ديال الفيسبوك بأنه كانوا كانوا إباري اللي أقربة والابليسيور ديالي وفي عواد من نرجع في شهر وشهرين وليس معطل المدة طويلة ومن مالي الخاص تكلمت براسي بأنه نمشي ناخد غانديبو في فرنسا وندير تشخيص الطبي اللي كان صحيح وعلى الفور الطبيب في فرنسا قال لي أنا خسك تدير أوبيراتيون وما تسنيت ودرتها ودرت حتى لغياء إدوكاسيون يعني الراجعة ما تحملت شي حاجة لغياء إدوكاسيون كلها في فرنسا ومن يدخلت كان دير إدوكاسيون بوهدي لبقى براسيون فيزيك من بعد درتها كل شي برسام المالي الخاص ومن بعد هذا الشيء كامل نجازب أنني لم تخلص حقي وهذا هو اللي يبقى فيه بزاف باش نعطي كل يدي حقي الحقه بالنسبة لمحمد فخير أشكر أولا على أنه تعطينا استفادة الدولية بأنه أول مدرب يكي ندي علي المتخب الوطني وتعطينا الفرصة في نبين راسي ونمشي الاحتراف هذا الشيء مكنك روش من اللي كان يبدو محمد فخير يعني أنا لا أريد أن أقول له هذا السيد رامدان لا أريد أن أعطينا بل العكس ركز بينه وبينه صدقة كبيرة ولكن لا أعرف أنه كان مضغوط من الجمهور لأنه كان يقع في مقابلة هذا الإبالي لا أعرف كيف يدارهم ومن بعد ما أعرف بلالا بليسيور من بعد شاف رابور بلالا بليسيور طلب من المكسا موسير أنه يريزي مع الكونترا وكان يريزي مع الكونترا وأنا لم أعد ذلك الساعة ولم يمكنني أن أتحرك ولم يمكنني أن أتحرك ورفضت ولم يبدو هذا الشوطاج الذي يريزي مع الكونترا في ذلك الوقت ولكن أنا كنت صبور ولم يمكنني أن يصبر من 2012 إلى 2016 أتمنى من الله المسؤولين ينصفوني ونصفوني ماديا ومعنويا لأنه سوف نكون أحسن ولكن هذا الشيء الذي يريد الله استغفر الله العظيم إنسان لا يبقى يقول كنت وكنت وكنت ولكن الحمد لله هذا الشيء الذي يريد الله ونتمنى من الناس يأخذوا تجربة ولم يطيحوش في نفس الأخطاء اللي يطحس فيها اشتركوا في القناة